أهلا بكم تابعين قناتي قناة مصر الآن فيديو جديد وخبر جديد وخبرنا بيقول كيف تصنع مطاهر اليدين في المنزل لتجنب عدوى كورونا قالت الدكتورة شيرين زاكي عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البطاريين في ظل وجود مافيا الإتجار في الأزمات والذين تسببوا في ارتفاع غير مسبوك في أسعار الكمامات ومطاهرات الأيدي حتى أصبحنا أحيانا يتم تصنيعها في مصانع بيرسلم دون مراعاة الاشتراطات الصحية مشيرة إلى أن منظمة الصحة العالمية أكدت أن من أكثر الطرق فعالية لمنع انتجار فيروس كورونا المستجد هي غسل اليدين جيدا لمدة عشرين ثانية مستمرة وأضافت الدكتورة شيرين إذا لم يتوفر ماء وصابون فيمكننا صنع مطاهر لليدين في المنزل حتى لا نسمح للتجار بالتحكم فينا ولصناعة المطاهر في البيت يستلزم الآتي وكل المنتجات موجودة بالصيدلية نص كوب من كحول الأيزوبروبيل نص كوب من جل الصبار جلسرين طبي لمنع جفاف اليد بضع نقاط من أي زيت عطري نعناع أو لفندر يتم خلط المكونات سويا ووضعها في زجاجة وللبشرة الحساسة يوجد مطاهر لا يحتوي على الكحول وهو كالآتي نص كوب من الخل الأبيض ونص كوب من زيد الزيتون وزجاجة صغيرة الحجم وأربع ملاعق كبيرة جل الصبار ومية ورد وزيد لفندر أو أورونفل من جانبي خاطبت نقابة صيادلة القاهرة برئاسة الدكتور محمد الشيخ نقيب صيادلة القاهرة الدكتورة رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية للشؤون الصيادلة أمس الإسنين وذلك لطلب التواصل مع المسؤولين وشركات إنتاج وتوزيع المطهرات والكمامات والكفازات لقصر توزيع وبيع كل تلك المستلزمات الطبية من خلال الصيادلة فقط رأفة بالمواطنين وعدم التلاعب بأسعارها وفي نهاية الفيديو لو عجبتك أخبارنا اشترك في القناة من العلامة الحامرة أسفل الفيديو وفعل الجرس عشان يوصلك أهم وآخر الأخبار المصرية والعالمية